مفاجأة جديدة عملها المصريين لأول مرة مصر تزرع الرز البسمتي أحسن وأرخص من الهندي مش هتصدق فرحة الفلاحين وليه كنا بنستورده ويب كام من الهند؟ شوف الرئيس قال إيه عن خطته لتوفير الدولار الرئيس طلع واتكلم في افتتاح محط القطارات الصعيد مع المصريين من قلبه كان مستغرب قيمة فاتورة الواردات واللي زادت لأرقام كبيرة جداً وصلت لمليارات الدولارات سنوياً الرئيس قال إن فيه صناعات إحنا نستوردها رغم إننا ممكن نتجنب الاستيراد ونصنعها في مصر زي الشوكولاتة والورق الفويل وغيرهم لكن المستوردين بيفضلوا يستوردوا السلع دي بدل ما يصنعوها وقال إن ده بيسبب أزمة الدولار وبالنص علق وقال بتلموني ليه بقى إن الدولار بيغلى دلوقتي أعلنت وزارة الزراع عن مفاجأة وهي حصاد الرز البسمتي المصري واللي بيتزرع في مصر لأول مرة من سنين طويلة قوي والرز تم زراعته في قرية بوريك الحجز التابعة لمركز تنطا بمحافظة الغربية مصر معروف إنها كانت بتستورد الرز البسمتي وبفاتورة عالية جداً وحسب مصدر مسؤول بوزارة الزراعة اتكلم في تصريحات لجريدة الشروق قال إننا بدأنا بالفعل زراعة الرز البسمتي وده لأول مرة بعد استنباط أصناف جديدة قبل أربع سنين واللي تسجلوا بالفعل والمفاجأة اللي كشفها إن نتائج تجربة أصناف الرز البسمتي سجلت إنتاجية كبيرة وصلت من 4.5 طن ل 5 طن في الفدان الواحد وعشان كده بقى في طلب على زراعة الرز البسمتي من الفلاحين وفي الاتجاه لزيادة زراعته عشان يوصل لـ 1500 فدان في الموسم اللي جاي وده لأن كمية التقاوي اللي الحكومة وفرتها كافية لزراعة المساحة دي حالياً وقال إن ظروف زراعة الرز في مصر بتعتبر الأفضل على مستوى العالم وابتدي دايماً أفضل إنتاجية وده بسبب ظروف المناخ وإننا وصلنا الخمسة طن للفدان اللي بيعتبر ضعف إنتاج الفدان في الهد واللي هي رائدة في زراعة الرز البسمتي كمان قال إن الرز البسمتي مناسب لزوء المصريين ونمط استهلاكهم للرز على السفر المصرية وعشان كده توقع إن النوع دا من الرز يتفوق على الرز البسمتي المستورد واللي موجود حالياً في الأسواق زي ما حصل كده والرز الأبيض اتفوق على الرز الهندي طبعاً اللي حصل دا هيوفر لمصر ملايين الدولارات اللي كنا بنستورد بها الرز البسمتي من الخارج خصوصاً إننا كنا بنستورد 150 ألف طن سنوياً حسب كلام نقيب الفلاحين حسين أبو صدام لموقع تليجراف مش بس كده دا الرئيس استعرض بنفسه شوية من السلع اللي بيتم استيرادها بمبالغ كبيرة في الوقت اللي يقدروا المصريين يصنعوها فيه زي إننا بنستورد تليفونات بـ 9 مليار دولار وأدوية بـ 23 مليار دولار وعربيات بـ 25 مليار دولار ومستحضرات تجميل بـ 500 مليون وشونة يد بـ 200 مليون وشوكولاتة بـ 400 مليون دولار وعشان كده الرئيس شدد على ضرورة إنشاء مصانع وإنتاج المستلزمات اللي سهل يتم تصنعها في مصر وإن الموضوع بيكون فرصة عظيمة للاستثمار وإننا من الآخر لو عاوزين نتجاوز أزمة الدولار لازم نصنع المنتجات دي في مصر إنتم بقى شايفين إيه المنتج اللي تقدر الدولة توفره عن طريق الصناعة أو الزراعة وما نستوردوش من الخارج تاني وإيه رأيكم في كلام الرئيسي سيسي اشتركوا في القناة